موسيقى لا احنا عايزين ان شاء الله يبقى مهرجان له بصميته بخصة مش هيكون لا نتقارن بحد ولا نقارن حد بينا احنا لسه مهرجان وليد في البدايات لكن احنا نتعلم الاخطاء السابقين فبالتالي ممكن تبتزمين حيث ينتهي الاخرين بانك انت تترافى الاخطاء السابقة بانك انت تجد الدماء الفكر المهرجاني عموما في مصر كون ان المهرجان تدير مؤسسات وتقيموا مؤسسات مش افراد مفيهوش مركزية مغلوش اوحادية ده شيء مهم جدا يكون ان المهرجان وكله اياد شابة اقصى سن موجود فيه ممكن يبقى 40 سنة بعيدا عن الاساد الخبراء الاكبر منهم سنة وكبرا لما استفيد بخبراتهم معانا في المهرجان زي مثلا مستاذ انشاء الكاميمي ودير المهرجان المهرجان يدعموا البشمهانس نجيب سويرس والبشمهانس السميح سويرس اتنين رحوا مشابة الى الابد ويشكعوا الشباب بيشكعوا الثقافة في مصر ويزهر في مصرسات سويرس الثقافية وكل الاعمال التي بتقدمها المؤسسة وايضا في المشاركات الفردية لرجال الاعمال المصريين وده دور رجال الاعمال المصريين في رأيه في مساندة البلد ومصر في فيل السميح الصعبة لما ده الدور الوطني لرجال الاعمال المصريين ومش بس بشمهات سهلة ايضا جميع رجال الاعمال جميع الجهات اللي بتشارك في دعم ورعاية المهرجان دا دولهم الوطني المصر يعني تستحقوا منهم لمساندة الدولة المصرية خصوصا في فترة اللي هي فترة العنق الزجاجة اللي احنا بنمور بها